لن تأتي القيامة إلا بغتا ومع ذلك فلها أشراط وعلامات ومنها خروج يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان من سلالة آدم عليه السلام وذلك أن ذا القرنين طاف في غابر الزمان فمر على منطقة فيها جبلان متقابلان بينهما ثغرة فشكى إليه أهلها قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فبنى لهم سدا من حديد وصب عليه من النحاس المذاب فمنع يأجوج ومأجوج من الخروج على الناس فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا وهم يحاولون حفره للخروج ففي الحديث إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس وخروجهم بعد نزول عيسى عليه السلام فيوحي الله إليه إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة وخروجهم إيذان بقرب الساعة قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا أي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق وذلك وعد الله الذي وعد عباده أنه يبعثهم من قبورهم للجزاء والثواب والعقاب ترجمة نانسي قنقر